مرحباً نعم هنا هذا هو ظهر السفينة وهذا ظهر الباخرة هذا يسمى بحر النوروج يعني امتداد أو قسم من المحيط الأطلسي طبعاً هو يسمى أكيد محيط ولكن في هذه الأزاق أو المناطق اللي بيكون فيها خلجان بحر النوروج هيك ظهر السفينة من وراء مرحباً وبعدين بس نبدأ ندخل على المدن رح أصور لكم بيكون مناظر كتير حلوة حتى بالأماسي بوقت المساء تكون كمان كتير حلوة وهون غالباً بهاي المناطق الليل صار كتير قليل بس يعني ممكن نسبة ساعتين وبعدين ميرجع بيقش على الضو بيطلع فبتضل دايماً مستمر يعني النور مستمر والصورة بعتقدة تكون واضحة اليوم بالليل إن شاء الله بصور لكم بصور لكم جوات يا أمية أهلا وسهلا بيت أخوكم الصغير أو الكبير كيف ما بدكم تسموني واللي بحبي يعني يجي لحون يا أمية أهلا ومرحبة طبعاً النروج بهالأوقات يعني جميلة جداً ومن المناطق السياحية يعني اللي بتقصدها الناس اللي يعني معتدة أو اللي عندها خبرة وبع طويل بالسياحة وبعدين بصير يعني بأوقات من السنة الناس بصير بتروح إسبانيا وإيطاليا وهالمناطق هاي اللي بكون أكثر دفئاً يعني 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 حالياً أنا موجود بالنروج حالياً ولكن مجرد ما يبرد الأجواء أنا بقوح على مناطق ثانية بس الطبيعة هون شي خلاء وجميل سبحان الله على ما أبدع وخلق طبعاً نحنا صلنا تقريباً تقريباً يعني مشيت عشر ساعات يعني بالماء عشر ساعات تخيلوا نحنا عم نمشي ومساحات شاسعة سبحان الله وبعدين نرجع بنذكر الحقيقة العلمية اللي هي نسبة اليابسة أو نسبة المياه واليابسة بالنسبة الكرة الأرضية بشكل 73 بالمية يعني نسبة كتير كبيرة مش قليلة يعني قد ما بدكن تقولوا يعني عوالم تحت هالمي تخيلوا وقولوا هيك أنا دائماً بتخيل أنه نحنا نسبة اليابسة نسبة قليلة كتير بالنسبة للمي وبنشوف أنه في كائنات ومخلوقات لا حصر إلى ولا تعداد وممكن بمئات الألاف فتخيلوا كيف بده تكون تحت بالمي أو بالأعماق السحيقة اللي تحت هتكون اللي ما بتقرب السلة لا آلة ولا إنسان ولا حدا فالله أعلم الله أعلم سبحانه وشوفي بهاي العوالم اللي تحت هلأ كل ما جينا على مناظر حلوة رح أصوركن يعني إن شاء الله محبتي للكم مستمرة ورح أوصل الفيديوهات إن شاء الله ببعض انتظروني انتظروني